قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين ستفرض عقوبة على شركتي الدفاع الأمريكيتين نورثروب جرامان وشركتي ولوكهيد مارتين وذلك بسبب تزويدهما لتايوان بالأسلحة وذكرت مونين أن مبيعات الأسلحة كانت خطوة خطيرة تنتهك سلامة الصين ومصالحها السيادية الصين لديها تسميم لا يتزعزع من أجل دفاع عن سياداتها الوطنية وسلامة أراضها نحوث الجانب الأمريكي على الاتزام بمبدأ الصين الواحدة وتمسك بأحكام بيانات صينية أمريكية مشتركة ثلاثة وتوقفوا عن بيع أسلحة إلى تايوان وتوقفوا عن تواتئ معها وعن تسليحها وإلا فإن الصين سوف ترد بحزم